ولمزيدنا من المتابعة ينضمنا عبر الهاتف النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس أنواب سيدة النائب بعد التحية تشكيلة جديدة للحكومة المصرية وتغييرات تشاملة نبدأها بالمجموعة الاقتصادية في رأيك هذا التغيير وهذه التشكيلة كيف تنعكس على الحياة اليومية للمواطن؟ يعني دعينا قبل أن نتحدث عن الحكومة والتحديات والمطالب منها أن نسمى ما قدمته الحكومة السابقة من جهد خلال فترة صعبة كانت مملوئة بالتحديات الخارجية والتحديات الداخلية والأحداث العالمية والإقليمية المطلحقة وتأثير ده على الأوضاع المليئة الاقتصادية والأمنية يبدأ من جائحة فيروس كورونا الحرب الروسية الكورونية الأحداث الإقليمية المحيطة بليبيا والسودان لدول إسرائيل على أهل غزة وما يحدث في البحر الأحمر يعني هناك أمال كثيرة تنعقد على الحكومة الجديدة لكن علينا أن ندرك أن الحكومة الجديدة أمامها تحديات جسام يعني تواصل العمل في ظل كل التحديات التي ذكرناها على الحكومة الجديدة أن تقوم بتغيير استراتيجية العمل بتبني فكر جديد يعني تغيير السياسات وتغيير الفكر وتغيير أداء أهم من تغيير الأشخاص هناك تكلفات محددة من السيد الرئيس للحكومة الجديدة تكلفات واضحة تكلفات بأهداف محددة على الحكومة أن تضع خطط زمنية وخطط تمويلية لكيفية تحقيق هذه الأهداف لابد أن تتقدم الحكومة ببرنامج عمل بخطط واضحة متى سيتم تنفيذ هذه الخطط كيف سيتم تنفيذ وتمويل هذه الخطط حتى تتمكن الحكومة من تحقيق الأهداف التي كلفت من أجلها والتي كلفها بها السيد الرئيسي يعني مصر ستواصل مصاري الإصلاح الاقتصادي لابد أن تركز الحكومة على جاذب وذات الاستثمارات المحلية والخارجية لابد أن نستمر في تجهة القطاع الخاص بس لكل الجهد الحد طبعا من ارتفاع الأسعار ومعضلات التضخم وضبط الأسواق يعني كما أكد السيد الرئيس في تكليفه للحكومة على ذلك هناك العديد من المحددات منها الحفاظ على المحددات الأمن القومي ووضع ملف بلاي لإنسان المصري وطبعا على رأسه التعليم والصحة كأولوية منوصلة الإصلاح الاقتصادي مصار الإصلاح الاقتصادي بذل كل الجهد طبعا لجذب مزيد من الاستثمارات يعني نرى أن الملف الاقتصادي من أهم التحديات اللي بتواجه الحكومة وعليها أن يكون هناك لديها رؤية متكملة خطة متكملة لتحسين هذه الأوضاع وتحقيق معدلات أفضل في المعدلات النمو الاقتصادي ومعدلات الاستقرار المالي والاستقرار الاقتصادي الحكومة عليها أن تستهدف مضعفة القطاع الخاص يعني مستهدف أن نحن نوصل لنسبة 65% علىها أن تزلل كل التحديات اللي بتواجه تفعيل دور القطاع الخاص زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي خلق فرص عمل جديدة زيادة الاستثمارات رفع معدل التصدير من خلال تمكين الصناعة هناك توجيهات واضحة من السيد الرئيس بتمكين الصناعة والاهتمام بالزراعة الظروف السابقة فرضت علينا وبيانت لنا أنه من المهم أن يكون لدينا اكتفاء ذاتي في النواحي الزراعية والصناعية كنا نواجه مشاكل الاستراض بشكل كبير خاصة فيما يتعلق بمستهزمات الإنتاج وده أثر تأثير كبير على الصناعة يعني يجب أن نهتم أكثر بملف تمكين الصناعة وملف الزراعة نحقق منه يعني اكتفاء ذاتي قدر الإمكان حتى لا نواجه المشاكل التي سبقا وجهناها هناك ملف أيضا مهم جدا وهو ملف السياحة يعني السياحة تعتبر من أهم موارد مصر الاقتصادية على الحكومة الجديدة أن تستهدف تعظيم نمو السياحة المصرية من خلال عدة عوامل ومن خلال عدة الإجراءات لرفع معدلات إرادات السياحة أخيرا يعني مجلس النواب متكاتف مع الحكومة لتحقيق المرجو منها نحو الوطن ونحو المواطن مجلس النواب بيقوم بدوره على أداء الحكومة بيستخدم أدوات رقبية نتعاون مع الحكومة في كل التشريعات المطلوبة لتحسين الأداء وتمكنها من العمل بشكل جيد سيادة نائب آليات جديدة للتيسير وأيضا للتكامل في الحكومة والتشكيلة الجديدة للحكومة المصرية من هذه الآليات دمج بعض الوزرات رؤيتك لهذا الدمج وأثره في عمل الحكومة فيما بعد يعني أنا أقول لحضرتك أني أنا كنت من أول الناس اللي بتطالب بدأ في مجلس النواب لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب كان لها توصيات عديدة في تقريرها المختلفة في السنوات الماضية على الحساب الختامي للدولة كنا بنطالب بعادة دمج بعض الوزرات حتى تتكامل الرؤى تتكامل الأهداف حتى لا يكون هناك يعني تنازع أو تناقض بين اقتصاصات الوزرات والهئات المختلفة فده طبعا بداية جيدة دمج عدد من الوزرات مع بعضها ونستهدف خلال المرحلة المقبلة دمج عدد من الوزرات الأخرى هذا كله بيؤدي إلى تحسين الأداء بيؤدي إلى ترشيد الإنفاق بيؤدي إلى تكامل الرؤية بيؤدي إلى تحقيق الأهداف بشكل أفضل وتكامل العمل بشكل أفضل بين الوزرات المختلفة نعم أيضا اختيار بعض الوزراء كنواب لرئيس مجلس الوزراء لتيسير العمل وأيضا تقسيم المهام بصورة أكبر كيف تراه؟ يعني ده شيء مهم وعلى مدار الفترات السابقة كنا دائما بنرى أن هناك نواب للسيد رئيس الوزراء لمساعدته في القيام بعمله أيضا أسمى عودة وزارة الاستثمار مرة أخرى لأن وزارة الاستثمار كان مطلوب دورها بشكل مهم جدا كنا بنطالب بداخل الفترات السابقة يعني الأداء إن شاء الله يكون جيد يعني الأمل كبير في الحكومة نتطلع إلى مزيد من الإصلاحات ومزيد من النمو الاقتصادي وتحقيق معدلات أفضل وتقديم خدمات أفضل للمواطن ويعني تكون المؤشرات بشكل أفضل إن شاء الله إن شاء الله أشكرك شكرا جزيلا النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس أنواب كنت معنا عبر الهاتف ترجمة نانسي قنقر